اهلا بكم من جديد وفق مساهم شركة سولديرتي والأهلية للتأمين على شروط عملية الاندماج التي من المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر نهاية العام الجامعة وبمجب بنود الاتفاقية يحق لمساهم شركة سولديرتي أن يحصل على 2.5 سهم من أسهم شركة الأهلية للتأمين لكل سهم من أسهم الشركة على أساس التقييمات المستقلة وبحسب شروط مصرف البحرين المركزي ولتسهيل عملية الدمج وفق مساهم الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي كما وفق المساهمون على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الأهلية للتأمين إلى 12 مليون دينار بحريني وللحديث أكثر عن هذا الموضوع الدمج يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد جواد محمد المدير العام لشركة الأهلية للتأمين مساء الخير سيد جواد بداية سيد جواد ما هي الأسباب الرئيسية من وراء هذا الدمج مساء الخير هناك طبعا ثلاثة أسباب رئيسية وراء عملية الدمج أولا إنشاء وخلق كيان أكبر في السوق البحريني قادر على المنافسة القوية وتنويع القاعدة الانتاجية ثانيا تقوية المركز المالي والملأة المالية الأمر الذي سيجعل طبعا الكيان الجديد أكثر قدرة على الوفاء بكل الانتزامات المطلوبة من قبل العملاء ثالثا الحصول على حصة ونصيب أكبر من قطاع التأمين في البحرين ما يقارب حوالي 15% هذه هي أهم الأسباب الرئيسية وراء عملية الدمج بطبع سيد جواد الشركة الأهلية للتأمين تعتبر أحدى الشركات المدرجة في بورصة البحرين في المقابل سيدرة للتأمين أو للتكافل غير مدرجة في البورصة السؤال هنا كيف سيكون الوضع بالنسبة للشركة بعد عملية الاندماج طبعا الكيان الجديد أو الشركة بعد الدمج سوف تكون مدرجة في بورصة البحرين وأيضا سوف تكون مصنفة من قبل وكالة التصميم العالمية أمدس طبعا سيد جواد هل ستتغير معاملة المؤمن عليهم بالنظام التقليدي للشركة الأهلية بعد الدمج من ناحية المعاملات الإسلامية والتي ستقوم بها الشركة على سبيل المثال مبلغ التغطية هل ستتغير سيد جواد في الحقيقة عملية الدمج سوف تؤثر بشكل جوهري وإيجابي على خدمة العملاء أما بالنسبة إلى الوثيقة الإسلامية والوثيقة التقليدية فإنه لا يوجد هناك فرق من حيث التغطية والمسؤولية وكل حقوق العملاء إن شاء الله ستكون محفوظة كما هي الآن سيد جواد محمد المدير العام للشركة الأهلية للتأمين شكرا جزيلا لك فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 116 عطاء لـ 26 مناقصة حكومية تقدمت بها 9 جهات وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 9 ملايين و 689 ألف دينار وقد أظهرت بيانات المجلس تقدم شركة طيران الخليج بمناقصة لتعين استشاري هندسي لقاعة رجال الأعمال في مبنى مطار البحرين الدولي الجديد وتنافست على المناقصة 7 شركات كما تصدرت الجلسة أيضا إدارة المخازن المركزية بتسع مناقصات أيضا تقدمت شركة نفط البحرين بابكو بست مناقصات شملت اتفاقية لمدة خمس سنوات لتمويل أعمال التحديث الميكانيكية يتفع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال أسبوع مدعوما بصعود أسهم قيادية لقطاع الصناعة والبنوك حيث انتعشت السيولة مع نشاط التداولات على مدار الأسبوع التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها مليونين وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وسبع وعشرين صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ست وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم أحد عشر شركة في حين انخفضت أسعار أسهم ثماني شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة تسعمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائة وتسعة وتسعين دينارا أو ما نسبته ثمانية وثلاثون بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها سبعة ملايين وسبعة وسبعون ألف سهم أما على مجتوى الشركات فقد جاء المصرف الخليجي التجاري في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه ثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وواحد وأربعين دينارا وبنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة وإلى الأخبار الخليجية حيث تستحوذ السعودية على أكثر من ربع احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاة الربع ثاني من العام الجاري بنحو ثلاثمائة واثنين وعشرين طن فيما تملك باقي الدول العربية نحو ألف ومائتين وثمانين وخمسين طن بنهاية نفس الفترة ووفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية السعودية فأن احتياطيات السعودية من الذهب بنهاة الربع الثاني من العام الجاري تشكل نحو واحد بالمئة من الاحتياطيات العالمية البالغة ثلاثة وثلاثين الف طن وتحتل المرتبة السادس عشر عالميا فيما تشكل احتياطيات الدول العربية نحو ثلاثة فاصل ثمانية بالمئة من الاحتياطيات العالمية قالت وكلة بي اي ام للبحاث التابعة لمجموعة فيتش إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيشهد انتعاشا خلال العام الجاري كما أن اقتصاد الدولة سيواصل نموه خلال سنوات العشر المقبلة حيث أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنى التحتية كما سيكون القطاع غير النفطي المحركة الرئيسية للمكاسب نظرا لتوسيع نطاق اتفاقية منظمة أوبك والتي من شأنها أن تحدى من انتاج الخام حيث سيكون اقتصاد دبي من أكثر المستفيدين من هذا الاتفاق وأبقت الوكلة على توقعاتها بأن تحافظ الإمارات على نمو بنسبة 5.2 سنويا خلال سنوات العشر المقبلة لغاية 2026 ارتفعت المبيعات الإجمالية لسوق العقار الكويتي خلال يوليو الماضي بنسبة 28% على أساس شهري وبنسبة 46% على أساس سنوي وأوضح بنك الكويت الدولي في تقرير صادر أن المبيعات الإجمالية بلغت 5.4 مليون دينار كويتي وبحسب التقرير فقد حافظ مؤشر الصفقات على نفس القيمة المسجلة بالشهر الماضي عند مستوى 446 صفقة بينما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28% ليبلغ 510 ألاف دينار للصفقة الواحدة وأشر البنك إلى أن مبيعات القطاع السكني بلغت 102 مليون دينار بتراجع شهري نسبته 11% ولكنها ظلت أكبر من مستوياتها في يوليو 2016 بنسبة 52% ترجمة نانسي قنقر